لو نفسكم في حاجة حلوة ومكسلين وعاوزين تعملوا حاجة سريعة كده هنعمل النهاردة بقى وصفة من وصفاتنا السهلة جدا والبسيطة اللي بتلت مكونات بس ومن غير فرن ومن غير بيت من غير حاجات كتير سريعة جدا هقول لكم كمان على كل البدايل في الفيديو اللي تخليها سهلة وبسيطة ومدخدش وقت خالص بس قبل ما نبتدي الفيديو لو اول مرة تشوفوني انا اسمي نادية ما تسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو هنبتدي اول حاجة بقى بتجهيز الحليب بتاعنا هنحتاج كوبايتين من الحليب ونحط عليهم كوباية اللي ربع من السكر وهنحط عليهم شوية فانيليا كده اديهم تقليبة وبعد كده نرفعهم على النار لحد لما يتدوا يغلقوا طبعا احنا دلوقتي بنعمل آآ حليب محلل مكثف منزلي ممكن تختصروا كل الخطوات دي وتستخدموا علبة من العلبة بتاعة الحليب المحلل مكثف الجاهز الجاهزة زي يعني اول بقى ما يبتدي يغلي كده بنهدي النار خالص ونسيبه بقى يغلي على نار هادية لمدة تقريباً اربعين ديئة اولا حاجة وفي هذه الاثناء ممكن نزود عليه قطعة من الزبدة لو دسم الحليب بتاعكم حلو خلاص مش لازم بس هي بتديله دسم حلو كده بتديله يعني غنى بتخليه ليه نكهة وبيبقى غني كده شوية وهو بقى بيغلي في خلال الاربعين ديئة دي آآ بنتابعه كل شوية ونديله تقليبة كده ونبص عليه اهم حاجة النار تكون هادية مش عالية قوي يعني اهدى من المتوسط بشوية علشان خاطر ما يلسعشه من تحت انا هكون صريحة معاكم انا روحت اجيب رزم المدرسة عشان كان الجو مطر وسيول عندنا هنا في كاليفورنيا سيول جامدة جداً وسبتوا بقى على النار الهادية فكرمل مني شوية فاخد لون بقى زيادة يعني دلوقتي دخلنا في مرحلة الكارمل بتاع الحليب اللي هو دولس ديليتشي لسه ما بقاش دولس ديليتشي بس هو يعني اتكارمل شوية طبعا مفروض يبقى لونه حليبي غامق شوية مش شاي بلبن اوي كده فده لان انا سبته زيادة بقى انتو بقى متعملوش كده بس انا قصرت ان اكمل برضو بيه ما? وفيك كان حلو جدا اه انا خففته بشوية حليب لان لقيته طبعا تقل وتكارمل زيادة فحطيت عليه اه يعني ازاي ربع كوباية كده من الحليب وده بقى شكله هنسيبه بقى لاش خاطر يبرد شوية وبعد كده نشتغل بيه ومعايا بقى هنا اه اربع كوبايات من جوز الهند المبشور اللي هو مبشور بشري ناعم مش خشن زي ما انتو شايفين كده اللي هو العادي بتاعنا والشائع اللي احب نستخدمه دايما في معظم الوصفات ونحطه على الرواني وعلى البسبوسة وحاجات كتير واحط بقى الحليب المحلة بتاعي بالتدريب كده واحدة واحدة يعني الكوبايتين صفوا معايا على كوباية يعني هو قصر ووصل لكوباية فهنمشي كده مع بعض نحط بالتدريب بس عاش خاطر ما ايه ما يزيتش منه لحد لما العجينة تتلمى معايا كده بتادي عجينها لو حسيت انه يعني شوية الحليب المحلة المكثف اللي انتو عملتهم خلصوا والعجينة ما لميتش ممكن تزوضوا شوية حليب ما فيش مشكلة وطبعا ممكن تستخدموا علبة الحليب المحلة المكثف الجهزة علبة واحدة هتكون كفاية لالاربع كوبايات من الجوز الهندو برضو تضيفوها برضو بالتدريب وزي ما انتم شايفين العجينة اول ما تلزق معنا كده يبقى هي كده سهلة التشكيل نبتدي بقى نشكلها اه احنا ممكن نبلق دينا مية ونشكل الكرات علشان تبقى نعمة من بره زي ما انتم شايفين كده يعني انا معايا طبق في مية ببللي ايدي كده وابتدي اتكورها عجينها الاول في ايدي جامد واضغطها جامد وبعد كده اتكورها المرحلة الاخيرة دي بقى اختيارية تمامة ممكن تغلفوها بجوز الهند زي ما انتم شايفين كده او تغطسوها في شوكولاتة تبقى على طول خلاص فزي ما انتم عاصين احبت اخليها بسيطة خالص لاقصى درجة فغلفتها بقى بجوز الهند وخلاص كده بصوا بقى من جوه شكلها عامل زي بصوا هو علشان اتكرمل شوية فبقى شكلها لونه زي ما انتم شايفين كده وطعمها كان حلو قوي طعمها مدي على يعني كرامل سنة يعني ممكن كمان تقلدوني في الغلطة دي وتنسوها على النار زي ما انا عملت طبعا دي العشاء جوز الهند انا بعشاء جوز الهند في كل حلقته طعمها حلو قوي وبسيطة فوق ما تتخيلوا وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم متسوش تجربوا الوصفات اللي رأيكم فيها واشوفكم ان شاء الله مرة جايبتي كتير